ونحكي لهم من خلال عيش أنه المسيح حي ونحن إذا موتنا رح نعيش مع المسيح لأنه هو دعانا للحياة الأبدية وبموت وموت الموت وأعطانا الحياة الأبدية المسيحية مش دين قباق الديانات المسيحية هي الحقيقة والحياة المعلنة بالإله المتجسد هذه هي المسيحية وعشان هيك كل الديانات حاولت إدها إتجابه حاجز الموت تخترقه وتوصل للخلود ولكن ما قدرت أي ديانة على كوكبنا طيلة القرون والعصور والأجيال اللي كوكبنا عاشها لحد ما أجل المسيح وما أعطى ديانة مسيحية كشف الحقيقة من السماء الإله نفسه تجسد وعلمنا كشف إلنا وبموت وموت وموت الموت وعطانا حياة أبدية وعلمنا الطريق فرجانا الطريق حكى لنا بهاي الطريق رح تمشوا هاي الطريق رح تأدي للقيامة أني طريق طريق الجلجلة طريق الصليب الطريق الضيق اللي حكى عنها الإنجيل مش الطريق الواسع كتير مهم هذا كمان ندركه أن الطريق الضيق تقود لملكوت السموات على فكرة هذا شي عكس حضارتنا في هذا الزمن نحن حضارتنا بدها تريح الإنسان قد ما يمكن أكثر ما بدها تتعبه كل إشه الحضارتنا بتعمله حتى الإنسان يرتاح وكل ما ارتاح الإنسان كل ما صار أكتر عبد يعني أسير المسيح بده إيانا أحرار بده إيانا أولاد بده إيانا محبين نحب والمحبة بدها بذل عطاء تضحية أبنائي